أكد محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف التزامه بجميع القوانين والتعليمات الدولية في ملف مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في البلاد وأضاف مخيف خلال استقباله مساعد نائب وزير الخزانة الأمريكية جيسي بيكر أن البنك تمكن من إخراج العراق من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول عالية المخاطر بدوره أشاد بيكر بالإجراءات التي ينفذها البنك المركزي في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال استخدام أحدث الأنظمة في هذا الملف